تحسين منهج المواد الدراسية المنفصلة في ضوء نقد منهج المواد المنفصلة والعيوب التي وجهت إلي حيث إن المعرفة نظمت فيه بطريقة منفصلة ظهرت هناك محاولات للتغلب على ذلك بتنظيمات منهجية قائمة على المعرفة المتصلة من هذه المناهج منهج المواد المترابطة والربط يمثل محاولة لإقامة علاقة بين مادتين أو أكثر في الوقت الذي يكون التقسيم فيه قائما بين المواد كأن يكون لكل مادة كتاب ومعلم كالعلاقة بين الأدب والتاريخ والربط يكون ربطا عرضيا والربط العرضي يكون هذا في أثناء التدريس وذلك عندما يشعر المعلم أن هناك علاقة بين المادة التي يدرسها وغيرها من المواد المنفصلة كالعلاقة بين الأدب والتاريخ وهناك ربطا آخر هو الربط المنظم وهذا الربط المنظم يتطلب تنظيما جماعيا من قبل وضع المناهج ومنفذيها وذلك كالربط بين المواد المتشابهة مثل التاريخ والجغرافيا أيضا من المناهج الدراسية التي ظهرت لتحسين منهج المواد المنفصلة منهج المواد المندمجة وهذا المنهج يكون الدمج فيه بين مادتين أو أكثر في مجال دراسي واحد مثل علم الحيوان وعلم النبات في مادة الأحياء لتكون مقررا واحدا يؤخذ على هذا المنهج جعل الدراسة على درجة كبيرة من السطحية لأنه يقدم تصورا عاما دون التفصيلات الأساسية أيضا يؤخذ على منهج المواد المندمجة أنه يحتاج إلى نوعية خاصة من معلمين لتدريس المواد المندمجة بحيث تكون قادرة على إدراك الصلاة الوظيفية بين المعارف في أكثر من مجال دراسي صفة عامة يمكن القول بأن كلا المنهجين المترابط والمندمج يختلفان عن منهج المواد المنفصلة حيث يعملان على تحقيق الاتصال المعرفي بين المواد الدراسية